اشتركوا في القناة ومع محاضرة جديدة وكنا قد وقفنا في اللقاء الأخير عند موضوع الحيض والنفاس بالنسبة للحيض والنفاس هذا الموضوع محذوف غير مقرر جميعي على هذا الكلام غير مقرر لن يأتي في الامتحان إن شاء الله تعالى الآن ننتقل بعد ذلك مباشرة إلى المبحث السابع والمبحث السابع بعنوان قسم إلى موضوعين الموضوع الأول النظام الاقتصادي والموضوع الثاني النظام الأخلاقي اليوم إن شاء الله في هذه المهاضرة نتحدث عن النظام الاقتصادي يعني كل ما يتعلق بالمال وإحنا اليوم نعيش في حرب حرب على المال وحصار شديد خاصة في قطاع غزة لأنهم لا يريدون لأهل غزة أن يعيشوا بكرامة أعداء هذه الأمة فالمال مطلوب والمال عصب الحياة المال عصب الحياة ما تعريف النظام الاقتصادي في الشريعة الإسلامية في الاصلاح هو مجموعة الأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى لحل مشاكل الحياة الاقتصادية وتنظيم علاقة الإنسان بالمال وصيانته وإنفاقه يعني كل ما يتعلق بالمال من حيث اكتسابه ومن حيث صيانته ومن حيث إنفاقه هذا كله يتعلق بالنظام الاقتصادي في الشريعة الإسلامية كل الأحكام الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى التي تتحدث عن المال والحياة الاقتصادية وكيف تنظم علاقة هذا المال أو كيف تحصله كيف تنفقه كيف تصونه كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل يسمى بالنظام الاقتصادي تعريف النظام الاقتصادي كمان مرة هو مجموعة الأحكام التي شرعها الله تعالى لحل مشاكل الحياة الاقتصادية تنظيم علاقة الإنسان بالمال وصيانته وإنفاقه لأن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن أربع في روايات أخرى كثيرة لكن النبي قال عن أربع مثلا في هذه الرواية ومن هذه الأربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه سؤال الأول من أين اكتسبت هذا المال يا بني آدم وكيف أنفقت هذا المال في ماذا أنفقته فلذلك الأمور التي تتعلق بالمال أمور خطيرة وخطيرة جدا ما هي أهداف النظام الاقتصادي في الشريعة الإسلامية هناك أهداف كثيرة منها واحد تحقيق الكفاية والعدل في حياة الناس يعني حتى لا يمد الواحد يده للناس الواحد عليه أن يعمل ويجد ويجتهد ويتعب ويعرق ويحصل ما له بنفسه دون أن يذل نفسه ويسأل الناس إما أن يعطوه وإما أن يمنعه تحقيق الكفاية تحقيق الرفاهية وكلمة الرفاهية يعني مش في محلها الأصل يعني الكاتب قال تحقيق الحياة الكريمة يعني أن يعيش الإنسان حياة كريمة ثلاثة تخفيف من وجود الطبقات والطبقية يعني يكون واحد مع مليارات واحد مش ملاقي عشر شيء يجيب ربطة خبز لأولاد هذه طبقية فجاء الإسلام لكي يخفف من وجود الطبقية وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد النبي من هم أغنياء ومن هم فقراء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور يعني إيش لما الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الدثور يعني الأغنياء اللي معاهم فلوس هؤلاء الفقراء بعض الصحابة الفقراء أهل الصفة اللي كانوا يعيشون في المسجد ولا يوجد عندهم مال كانوا يعيشون على الصدقات خاصة في بداية الهجرة لمن هادر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ندينة فقالوا يا رسول الله يعني أهل المال ينفق ونحن لا ننفق اتبرع ونحن لن نتبرع نتصدق ونحن لن نتصدق الحديث الظويل هذا يثبت لنا أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في أغنياء ومن أكبر الأغنياء من الصحابة الكرام عثمان بن عفا رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الصحابة الكرام كانوا أغنياء في عهد النبوة تعريف المال المال في الاصطلاح يحفظ هذه التعريفات هو كل ما ينتفع به ماديا كل ما ينتفع به ماديا يسمى مالا ليس المال هو الشواكل والدنانير والدولارات فقط الأوراق المالية فلا كل ما ينتفع به ماديا فهو مال ولذلك مثل العقارات والبيوت والأرض والأشجار والنخيل والسيارة والقلم والشنة كل شيء والتوكتوك والفزبة هذا تبيعه وتحصل به مال إذن كل تعريف المال في الاصطلاح كل ما ينتفع به ماديا يسمى مالا يسمى مالا فيه هنا سؤال مهم جدا يجب على الجميع أن يحفظه وكل الكتاب لكن في بعض الأماكن فيها تكون مهمة ومهمة جدا مثل هذا السؤال ما هي نظرة الإسلام إلى المال بيجي في الامتحان دائما ما نظرة الإسلام إلى المال يكون ذلك في عدة نقاط النقطة الأولى واحد المال ضرورة من ضروريات الحياة لا غنى للإنسان عنه إذن المال يعتبر من الضروريات وإنما تحدثنا عن التشريع الإسلامي قلنا التشريع الإسلامي ينقسم إلى الضروريات والحاجيات والتحسينات والضروريات يعني حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال فالمال من الضروريات إذن ضرورة لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة كريمة بدون مال اثنين المال وسيلة وليس غاية المال وسيلة وليس غاية لأن الغاية هو أو هي رضى الله تبارك وتعالى أن يرضى الله تبارك وتعالى عنا هي غايتنا أن نعبد الله حق العبادة لكي يرضى عنا لكي يدخلنا الجنة وأن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى إذن المال وسيلة وليس غاية ثلاثة المال ليس مقياسا للتفاضل بين الناس يعني المعاه مال هو أفضل عند الله والفقير هو ليس مأفضل هذا القياس ليس صحيحا في الشريعة الإسلامية المعيار الوحيد في الشريعة الإسلامية لتفاضل بين الناس هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات في قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم لك تكون أفضل الناس عند الله كن تقيا كن تقيا تصل إلى أعلى الرتب عند الله سبحانه وتعالى أربع المال له أهمية كبيرة وملكيته مصونة لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد دون ماله يعني من أجل المحافظة على ماله من أجل حماية ماله فيعتبر عند الله شهيدا من قتل دون ماله فهو شهيد الإسلام وصيانة المال للإنسان الإسلام تكفل بصيانة المال من النهب والسلب والاختلاص والسرقة لذلك جعل الله تبارك وتعالى عقوبة السارك القطع قطع اليد قال تعالى والسارك والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية المال في الشريعة الإسلامية ولذلك الله عز وجل في صورة الكهف مدح المال قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا تعريف الملكية في الشريعة الإسلامية في الاصطلاح هي حيازة الأموال من مصادرها المشروع يعني أهم شيء أن يكون المال الذي تحوزه يا إنسان قد حصلته بطريق مشروع أما أن تحصل المال وتصبح معه ويصبح معك مليارات عن طريق الحرام عن طريق السرقة عن طريق الربا عن طريق الاحتكار عن طريق أكل أموال الناس بالباطل بكل صورها فهذه لا تسمى ملكية مش ملكة ولو كان هذا المال في جيبك الملكية الحقيقية في الشريعة الإسلامية أن تحوز المال من مصادره المشروعة حيازة الأموال من مصادرها المشروعة أما أن تحوز المال بطرق مصادر غير مشروعة فهذا ستعاقب عليه عقابا شديدا يوم القيام لماذا وضع الإسلام نظام الملكية حتى لا يطغى المال على نفسية صاحبه قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى والأمر الثاني خطورة الفقر وأثاره المدمرة على المستوى الفرد والجماعي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد من الفقر لأن الفقر يؤدي إلى الكفر إلى الكفر اللهم أن أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإشقه قال قال لو كان الفقر رجلا لقتلته لو كان الفقر رجلا لقتلته أقسام الملكية نأتي إلى نطة مهمة أيضا ما هي أقسام الملكية هناك أربعة أقسام للملكية في الشريعة الإسلامية واحد الملكية الفردية مثل أن يملك الإنسان بيتا أو مصنعا أو سيارة أو كتابا أو بسانا إلى آخره كل ما تملكه يا إنسان لوحدك دون أن يشاركك فيه أحد فهذا ينذرج تحت الملكية الفردية الملكية الفردية والمقصود يعني إباك أنت هو زوجتك وأولادك يعني المسؤول عنه هذا يسمى بالملكية الفردية أثنين الملكية المشتركة الملكية المشتركة يعني لا يكون المال لوحدك إنما يشاركك فيه في ملكيته آخرون سواء كانوا واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو إلى آخرين المهم ليس لك لوحدك مثل شركات التي شرعها الإسلام مثل شركة الاتصالات مثل شركة الجوال مثل شركات المختلفة اللي يكون فيها عدد من الشركاء هتتسمى الملكية المشتركة يعني ليست لوحد ثلاثة الملكية الجماعية الملكية الجماعية تشمل المرافق العامة مثل المدارس المستشفيات الملاعب المنتزهات العامة المراعي الأرض المشتركة التي ليس لها صاحب هذا التي يستفيد منها الجميع هذا تسمى بالملكية الجماعية الملكية الجماعية أربع ملكية الدولة أو يسموها الملكية العامة وهي الملكية التي تتعلق منفعتها بجميع رعاية الدولة الإسلامية بجميع رعاية الدولة الإسلامية يعني كل من يعيش تحت ظل الشريعة الإسلامية والدولة الإسلامية حتى ولو كان من أهل الكتاب فهذا يسميه العلماء ملكية الدولة لأنه يستفيد منها مثل مثل المناجم الكبيرة مثل البترول مثل الضرائب والخراج والجزية والزكاة كل هذا يصدر إلى بيت مال المسلمين ويستفيد منه كل من يعيش تحت ظل الدولة الإسلامية حتى ولو كان من أهل الكتاب لو كان من أهل الكتاب وذلك يسموه الملكية العامة أو ملكية الدولة إذن أكرم مرة ثانية أقسام الملكية في الإسلام أربعة الملكية الفردية الملكية المشتركة الملكية الجماعية الملكية العامة أو ملكية الدولة ملكية الدولة نأتي الآن إلى آخر نقطة في هذا الدرس في هذا الموضوع وهو خصائص النظام الاقتصادي ما هي خصائص النظام الاقتصادي أربع نقاط أولا رباني المصدر والتشريع احفظوه جيد رباني المصدر والتشريع أي أن مصدره من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند البشر اللوائح والقوانين والأحكام من عند الرب عز وجل وليس من عند العبد بذلك قالوا عنه رباني المصدر والتشريع مضبوط هذا الاقتصاد هذا النظام الاقتصادي مضبوط بأحكام شرعية من الحلال والحرام ما هو حلال وما هو حرام حلال نلتزم به حرام نبتعد عنه هذا الذي يجب علينا أن نعيه لا يوجد ظلم لا يوجد فساد لا يوجد انحطاط كالأنظمة الوطعية كالنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي لما نحن نعود ونرجع إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة نحتكم إلى الكتاب والسنة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ولا نحتكم إلى النظام الوضعي الذي يضعه الناس البشر اثنين من خصائص النظام الاقتصادي الاقتصاد الوسطية والتوازن ما معنى ذلك أنه يدمع بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة بشكل متوازن كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا كذلك جعلناكم أمة وسطا فالإسلام يؤكد على مكانة الفرد وحقه في الملكية ويغرس به شعور بالمسئولية الاجتماعية التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة وهذا أمر مهم جدا لا يوجد إلا في الشريعة الإسلامية لا يوجد إلا في الشريعة الإسلامية النظام الرأسمالي يهتم بالفرد الفرد وخلاص ما لهش في العالم كله النظام الاشتراكي يهتم بالجماعة لا ينظر إلى الفرد فجاء الإسلام يهتم بالفرد وبالجماعة فلذاك لا يوجد مثيل له في الكرة الأرضية كلها هذا نظام الاقتصاد الوسطية والتوازن ثلاثة اقتصاد الكفاية والعدل الكفاية والعدل يمتاز الاقتصاد الإسلامي بأنه يهتم فيه اهتماما شديدا هو الإنسان الذي استخلفه الله تبارك وتعالى في الأرض لعمارتها فالهدف تحقيق حاجات الإنسان وكفايته وحدد الإسلام هذه الحاجات في خطاب الله تعالى لآدم كما قال الله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وعمر بن عبد العزيز قال أنه لابد للإنسان المسلم حتى يعيش بكرامة وبعزة وأن لا يذل نفسه لابد له من مسكن يسكن فيه وخادم يكفيه وفرص يجاهد عليه الأعداء فرص يجاهد عليه الأعداء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته رأى يهوديا يتسول يعني يمد يده للمسلمين يريد مالا فقال عمر لا ينبغي لنا أن نأكل شبابه ثم نترك شيخوخته وأعطاه راتبا من بيت بال المسلمين رغم أنه من أهل الكتاب لكنه يعيش تحت ظل الدولة الإسلامية هذه العدالة الإسلامية التي رسمها لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضالهم نحن نعلم أنه إذا ذكر العدل ذكر عمر عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أربعة وأخيرا من خصائص النظام الاقتصادي أنه اقتصاد تنمية وبركة تنمية وبركة أي أن الإسلام أمر بالعمل لن تكون هناك تنمية إلا بالعمل يعمل الإنسان على تنمية المال واستعماله في الطرق المشروعة وهنا في قاعدة مهمة تقول المال لا يلد مالا إلا بالعمل المال لا يلد مالا إلا بالعمل معاك مئة ألف دينار إذا أردت أن تنمي هذا المبلغ فعليك بالعمل والتجارة المشروعة التي شرعها الإسلام بعد فترة من الزمن يصبح هذا المبلغ مضاعفا وهكذا وهكذا حتى يصبح الإنسان لديه أموال طائلة لأنه قام بما شرع الله تبارك وتعالى وأخذ بالأسباب وعمل وتاجر وجد واشتاد والله تبارك وتعالى نمى ماله وبارك في ماله إذا كان هذا الإنسان قد استخدم هذا المال بالحلال وبالطرق المشروعة المال لا يلد مالا إلا بالعمل أي العمل المشروع الذي أحله الله تبارك وتعالى إذن خصائص مرة أخرى حتى ننهي هذه المحاضرة خصائص النظام الاقتصادي أولا رباني المصدر والتشريع ثانيا اقتصاد الوسطية والتوازن ثالثا اقتصاد الكفاية والعدل رابعا اقتصاد تنمية وبركة اقتصاد تنمية وبركة هذا يعني باختصار حول درسنا اليوم كل ما يتعلق بالنظام الاقتصادي نقف هنا وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة إن ضمن لقاء نتحدث عن الأخلاق الإسلامية التي بيّنها لنا القرآن الكريم وبيّنها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته